السلام عليكم و اهلا بكم هو انت مش واخد بالك ان اي حد عايز يستشرف لازم يستشرف على مصر او السعودية مع ان اي حد بيتكلم بلد و ذات نفسها بيكون فيها فضايح و بلاوي نقدر نتكلم عليها ايام و شهور كمان هو مش كل واحد يخليه في حاله احسن ما هو يبني اصل اللي بيته من ازاز ما ينفعش يحد في الناس بالطوب مش كده ولا ايه لا بجد اشمعنا مصر والسعودية اللي بيتم ممارسة الاستشراف الاخلاقي عليه و ايه اغتباط ده بالدونية او بالاجندات السياسية بيقولك شفتوا مصر حصل فيها ايه شفتوا ازاي فلان ولا فلانة من السعودية عمل ايه استغفر الله يا مؤمن البلاد دي خلاص اللي انحلل فيها بقى كذا و كذا و كذا ولا حول ولا قوة الا بالله اصل ده الحكام هم مش مسلمين و يستمغي بقى الكلام على المنوال ده يا سادة عن مصر و السعودية و ساعات الامارات الكلام بيكون على لسان مواطن عربي ما من دولة ما غير الدولتين دول او التلت دول دول والدولة المادي اللي بينتمي لها السيد المواطن المستشرف والمستشرف ده بيحصل فيها زي اللي بيحصل في مصر او السعودية او غيرهم واكتر كمان و مع ذلك تلاقيه في اي مجلس او في اي تغاريدة او اي بوست او 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 حتى ما كان عام قاعد بتكلم فيه يقدر فيه ان هو يقول كلمتين في العالم تلاقيه على طول بينطاقت بلاد غير بلده بسبب كذا وكذا ده يا جماعة مش بس استشراف او حتى استشياخ لا دي حالة نفسية نتجة عن شعور بالدونية عند الشخص ده الدونية دي حشرح لكم عنها بعد شوية بعد اذنكم وانا متأكد انكم هتقتنعوا بان فعلا الناس دي عندها دونية بس خلونا نكمل كلامنا دلوقتي المهم يا سيدي الفاطل الشخص ده ابو دونية بتلاقيه بينبش في امور الشعوب التانية وبيغائبهم وبيغائب حياتهم وبيشتغل عليهم انتقاد على اي حاجة بتحصل في بلدهم ويلبس توب الاخلاق والدين ويخليهم منطلق للهجوم بينما وزي ما قلتلكم في بلد المواطن ده ابو دونية بيحصل نفس الشيء وربما اكتر ولكنها الدونية زي ما قلتلكم وعلى فكرة الامر برضو لا يخلو من اجندات سياسية عند البعض منهم فبيكون الواحد منهم عنده ايدولوجية سياسية او دينية معينة تخليه كاره لمصر او للسعودية او للامارات او للبحرين او غيرهم فيعضلهم بقى على الوحدة ويمارس الاستشاف الاخلاقي والاستشخاخ قصد الاستشاخ عليهم ويحاول يصور للناس ان همه هو الحفاظ على الاخلاق والدين والحقيقة غير كده تماما لانه لو بيحافظ على الدين والاخلاق زي ما بيحاول يظهر فالاقربون اولى بالمعروف يعني اهله ومدينته وبلده اولى بنصايحه واستشياخه بس الحقيقة انه مش بيحافظ على الدين ولا على الاخلاق ولكن الحقيقة انه عايز يشوه البلد دي خدمة لاجندته السياسية الحزبية يا جماعة حضراتكم لاحظتوا ان اتكلمت بغمزية معينة بدليل انه ما تكلمتش عن ابناء دول وجنسيات بعينها من بداية الكلام لحد دلوقتي وقلت انه هم دول اللي بيمارسوا الاستشراف على دولنا لان هدفي مش الكلام عن حالة معينة ولا عن دولة معينة ولا عن شعب معين بس حضراتكم معين جدا ولا متأكد انكم ملاحظين ان الاستهداف اللي من النوع ده مركز على دولنا تحديدا بالبلد كده وبصريح العبارة التركيز دايما بيكون على مصر والسعودية اكتر حاجة وده وراء اجندة طويلة عريضة يا ما تكلمنا عنها اطلع على لسنة شعر واحنا بنتكلم عليها واذبتناها بالادلة ووضحنا ان الهدف من وراها هو تشويه البلدين دول وقيادتهم بالذات مصر والسعودية على سبيل المثال لقيت من كم يوم حاجة كده متدولة على السوشيال ميديا بكترة بتتكلم عن ان احد العلماء الاجلاء المختصين في التفسير في مصر انقلب به الحال واصبح بيسكن في زوايا المساجد طبعا ده شيء مؤلم جدا وبيدعو للحزن ولكن الكلام ما كانش من اجل انصاف الرجل العالم ده ومساعدته لا الكلام كان عن مقارنة ما بينه وما بين فيفي عبدو تخيلوا مع مين؟ مع فيفي عبدو وحطين صورته وهو في الحالة الصعبة دي اللي هو فيها وحطين صورة فيفي عبدو متصورة مع الجوائز اللي هي حصلت عليها وبتكلموا عن ان مصر بتكرم امثال فيفي عبدو وبتهمل امثال هذا العالم يعني تصوير الدولة المصرية بانها بترعى الراقصين والراقصات وبتهمل اهل العلم والهدف طبعا التشويه لقرات سياسية يعني بيستغلوا حالة هذا الرجل وبيعملوا عليها اسقاط سياسي وبيمارسوا من خلالها اجندة سياسية طبعا اصحاب الدونية هنا من مصريين وغير مصريين اشتغلوا بقى ويا بلد الرأسات اه يا بلد بتكرم فيفي عبدو وبتهمل العلماء عليك العوض ومنه العوض فيك يا مصري اللي وصلت للمرحلة دي في الزمن ده وطبعا كل الكلام ده اسقاط على الدولة وعلى قيادات الدولة بصوا جماعة الناس دي عارفة ان فيفي عبدو امثالها عمرهم ما بيمثلوا مصر ولا حتى بيمثلوا الفن المصري الفن المصري بيمثلوا ناس زي ام كلسوم وعبد الوهاب وفتى الحمامة وغيرهم من اصحاب الفن الحقيقي ولكن الخباثة هنا انهم يربطوا ما بين حالة مزرية بنرفضها وبنتقلم منها وصل لها شخص معين زو علم وبيربطوها مع فيفي عبدو طب ما انت ممكن تقارن على فكرة الشيخ ده اللي وصل به الحل الوضع ده بالمشايخ اللي بيسم الله ما شاء الله بقوا ملياردرات من الفضائيات وبيملكوا فضائيات كمان بسم الله ما شاء الله يعني في الكثير من العلماء الشرعيين واصحاب الدين اللي في مصر اللي مليونيرات وملياردرات فلما تقارن ما تقارنش شيخ بلا مؤخذ رقاصة ولكن قارنه بشيخ تاني يعني انت ممكن تقول ايه ممكن تقول انه الشيخ ده لانه مش من اللي بيروحوا يوقفوا على البواب ومش من اللي بيروحوا الفضائيات ومش بيقولوا انه لا شغلونا وعملونا ومش من اللي بيعمل فضائيات ويشحت عليها ويقول القناة هتقفل ومش عارف ايه فبالتالي وضعوا بقى كده بينما المشيخ التانيين اللي عندهم فضائيات او بيطلعوا على فضائيات وبيقبضوا في الحلقة الافات وضعهم بقى كده لكن تقارن واحد عالم جليل بواحدة رقاصة لمؤرزة لا يستقيم هذا القياس اطلاقا خلوا عندكوا عقل شوية احنا مالنا ومال فيفي عبدو فيفي عبدو عندها شريحتها الخاصة بيها من الجمهور اللي بيدوها وضعها مش الدولة اللي بتديها وضعها ابدا الخبث هنا بيكمن باستغلال حالة الراجل اسوأ استغلال وربطها وعمل قياس غير مناسب مع شخصية بعيدة كل البعد عن مجال عمله وعلمه يبقى النية هنا نية سياسية مش نية توجيه الناس او الدولة لدعم هذا الرجل العالم الجليل ومساعدته وده بيفكرني بواقع ايام مده جايزة الام المثالية في احد النوادي الاجتماعية الفيفي عبدو فتقوم السيشيا الميديا والاعلام الاخوانجي بقدرة قادر يردده في نفس واحد ان الدولة المصرية قدت فيفي عبدو جايزة الام المثالية وخلاص اي حد يكلم مصر يقول له يا ابني فيفي عبدو الام المثالية نفس الشيء مع اختلاف الموضوع بينطبق على السعودية بالزبط يسيبوا السعودية ومجهوداتها في ادارة الحرمين والتيسير على الحجاج والخدمات اللي بتقدمها وخلافه ويرقوا يمسكوا في تصرفات فردية لا اي حد ممكن يقوم بيها اي حد في اي لحظة وهم اللي بيكونوا بس مسؤولين عن تصرفاتهم مش الدولة مع العلم ان التصرفات دي موجودة واكتر منها في بلد الاخر اللي بيستشرف ده وبيمارس دور القيم على سلوكيات الناس وعمل نفسه حامي حمى الدين والاخلاق ايه سبب المنطق الاعوج ده السبب بمنتهى البساطة هو اجندات سياسية او دونية زي ما قلتلكم من البداية وبالمناسبة يا جماعة وتعالوا للطوع الدونية دول الدونية هي شعور نفسي عند البعض بيخليه يحتقر نفسه ويستشعر النواطي لعدة اسباب بينها الى اسباب النفسية وعلشان كده بيحاول انه ينفس عن دونيته دي باستشعار كاذب لعلوه وقدره من خلال انتقاد اي شيء في بلد تانية لانه لو ركز في انتقاد نفس الاشياء دي في بلده فغالبا حيصطدم مع ابناء بلده ربما مع حكومة بلده والاهم من كده انه ممكن يواجه اضايا سب وقصف لو وجه انتقاداته دي لتصرفات بعض ابناء بلده لذلك بينفس عن ده عن طريق انتقاد شعوب ودول تانية وبيعمل نفسه انه هو قيم عليهم وعلى الاخلاق والفضيلة علشان يشعر بعلوه وقدره الكاذب يعني المسألة مسألة تنفيس عن عقد نفسية مش اكتر وده ما يمنعشه زي ما تكلمنا من شوية ان المسألة قد تكون مرتبطة باجندة سياسية بيتبناها الشخص ده يعني قد تكون ولا عقدة ولا حاجة هي مجرد ممارسة سياسية لخدمة اجندة سياسية بتحتم عليه تشويه البلد الفلاني او العلاني وتشويه قيادات ودول تناولنا نمازج كتير منهم قبل كده على فكرة اصحاب الدونية دول بيختاروا مصر والسعودية بالذات علشان هم بلاد كبيرة فلما ينتقد البلاد دي من باب الفضيلة المزيفة اللي هو بيتبناها او بيمثل انه بيتبناها بيشعر بعلو كاذب لقدر الواطن واحنا لا شك اننا بنرفض اي سلوكيات مشينة او اي نمازج سيئة انها تتصدر اعلامنا او السوشيال ميديا وفي رأيي ان النمازج دي لازم يتم التصدي ليها وانتقاضها وعدم السمح ليها انها تختط في الجو العام وتنصب نفسها كنمازج ولكن دي مهمة شعب كل دولة انه هو يتصدل اي نموذج من النمازج دي في بلده وما يجيش حد من بلد تانية يتفلسف على شعب بلد تانية ويتكلم عنهم ويعمل فيها انه مشرف اجتماعي واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة